قمة القاهرة للسلام أهمية انعقدها في هذا التوقيت الحريق جداً والرسائل وراء عقد هذه القمة طبعاً هي قمة القاهرة للسلام واللي عقدت بناء على دعوة من السادة الرئيس بتكتسب أهميتها الحقيقة من عدة أبعاد ربما البعد الأول في الأهمية هو عدد المشاركين فيها يعني بيشارك فيها يمكن أكتر من 30 دول وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وده أيضاً بيعطيها السقة الخاصة بحضور عدة منظمات دولية وإقليمية القمة دي كانت بتستهدف إطلاق عملية للسلام سواء في المدى القصير أو في المدى الطويل المدى القصير يعني الأزمة التي تحدث في غزة وتداعياتها والخسائر اللي بتحدث فيه المدنيين والاعتداءات الإسرائيلية على غزة واللي بتخالف كل قواعد القانون الدولي والقانون الإنسان وشوفنا عدد ضخم من يعني اللي ماتوا في غزة بيتجاوز الأربعة تلاف حتى الآن وربما الأعداد بتتزايد يعني يمكن بمعادلة يمكن كل ساعة بتتزايد إضافة إلى أعمال عنف شديدة يعني بترقى إلى وده اللي عبر عنه عديد من القادة يعني العرب بترقى إلى براءة من الحرب يعني قتل المدنيين دولة ذات قوات مسلحة وجيش نظامي مسلح بأحدث الأسلحة تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين العزل قصف لمنشآت مدنية مساكن استشفيات دور عبادة وبالتالي هذه القمة كان الهدف منها حصار لشعب غزة أيضا ودي جريمة أخرى محاولة تجويع لشعب غزة تهجير قصري نوع من الإبادة الجماعية كل دي كانت قضايا خطيرة وتستلزم وقفة من دول العالم ومن هنا احنا بنفهم أهمية انعقاد هذه القمة كل ده في المدى القصير إيقاف الاقتتال والهجوم الذي يحدث ضد المدين في غزة ده الجانب الجانب الآخر ادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة من أكتر من أسبوعين الآن فكل دي كانت أسباب لتستدعي انعقاد هذه القمة كل ده في المدى القصير في المدى الطويل يعني ربما كان الهدف أيضا أن تتحرك عملية السلام المتوقفة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين تمهيدا للوصول إلى حل عادل وسلام عادل في هذا الإطار وده بينزع جزور الأزمة وينهيها إذا تحقق